نخلص بقى جزء اللي هو فضل لنا في الكنتراسيبشن كده ونأمل خيب يعني الهرمون الكنتراسيبشن في هرمونات من النوع الاستيرويد وفي جين جي ان ار اتش انولوجيو طيب الهرمونات الاستيرويدية اللي هي الاستيرويدات اللي بنستخدمها في منع الحمل طبعا زي الاستروجين ماشي والبروجسرون تمام وبس شو سبحان الله دي الهرمونات الاستيرويدية يبقى بيقولك اهو الاستيرويد يوزد ان هرمونات الكنتراسيبشن اللي هو استروجين اللي هو الايسينيل الاسترديول او المسترانول دي اسمقهم يعني او برجسرون اللي هو او البروجستين اللي هو تويلف نورتستيرون جروب او كده ماشي تايبس اوف فرميوليشن في كومبايند يعني انواعها وكده في نوع كومبايند يعني مشترق بيبقى في استروجين وبرجسترون ودول بيبقوا واحد وعشرين قرص بيتاخدوا على واحد وعشرين يوم تمام ماشي اه المونوفيزيك هاي دوز استروجين قمباوند هو وين الاستروجين اف بيلز مور زين فيفتي مايكرو اللي هو الانوفولار في لو دوز استروجين كمباوند لما الاستروجين بيكون اقل من اه ميكرو اللي هو الجينيرا والميكرو فولار تمام ماشي فيه بقى باي فيزيك اللي هو اول يوم باي فيزيك اللي هو بجرعات مختلفة عن 11 يوم في حاجة اسمها يعني اول 6 ايام فيهم بجرعات مختلفة عن اللي هم ماشي كده طيب انا مش فاهم يا شمس هقولك تابه ده بس كده وصلي عن نبي احنا اتفقنا ان حبوب منع الحمل حبوب منع الحمل حبوب منع الحمل ممكن يبقى فيها استروجين وبرجسترون بيبقوا 21 ارسل بعد كده الست بتبطل اللي باقي في الشهر اللي هم السبعة يام تقريبا اللي باقي في الشهر وبعد كده بترجع تاخدهم تاني من اول الشهر الجديد تمام كده طيب ماشي احنا عندنا كم طريق احنا عندنا يا شمس تلات طرق في طريقة اسمها مونوفيزك في طريقة اسمها باي فيزك وفي طريقة اسمها ترايفيزك تمام طيب الطريقة يا حبيبي اللي اسمها مونوفيزنك هو بيقولك فيه جرعة زيادة قوي من الاستروجين اللي هي اكتر من خمسين تمام النوع بتاعها اسمه انفولار بس مش اكتر او الاستروجين بيبقى جرعته قليلة حبيبي في الموضوع بتبقى اقل من خمسين دي اللي اما الجينر او الميكروفولار لحد الوقتي مفهوم طب الباي فيزيك دي اللي هم ايه الباي فيزيك انت كده كده بتاخذ قراس سوري انت كده كده بتاخذي قراس القراس دي بدي بقى اول عشر تيام ويعني فاصل 21 يعني 10 و 11 صح ما 10 و 11 يعني 21 يوم بيقولك في اول عشر تيام دول انت بتاخذي استروجين وبروجسترون بجرعات مختلفة عن 11 يوم الباقيين تفهم قصدي بس لكن التراي فيزيك مقسم ال 21 ل 3 حتة تراي يعني 3 فمقسم ال 21 يوم ل 6 ايام و 5 ايام و 10 ايام يعني هو عملك ال 21 يوم على هيئة ايه على هيئة ايه ال 21 يوم عملك ال 21 يوم يا حبيبتي على هيئة 6 ايام و 5 ايام و 10 ايام بيقولك ان جرعة الاستروجين والبروجسترون هنا مختلفة عن ال 5 ايام مختلفة عن 10 ايام هما مختلفين عن بقى بس مو في النهاية 21 يوم تمام بس مش اكتر طيب يبقى احنا في منهم التالي بعد كده يا جماعة عندي إيه بقى اللي سكوينتيال بيلز دي قال لي هو في أول 14 يوم فيهم استروجين بس يا شمس لكن السبعة أيام التانيين فيهم استروجين وبرجسترون تمام يعني دول برضو 21 يوم النوع ده يا جماعة من الحبوب مسحوب من السوق من سنة 76 بسبب الأثار الجانبية بتاعته الهالية الهايلة كتير يعني استروجين بس في هيئة بيلز لقدر الله ده بيبقى ممكن يسبب قنصر يبقى تاني يبقى نوع سكوينتيال بيلز ده يا جماعة هو بيقول لي أن أول 14 يوم استروجين بس والسبعة أيام التانيين استروجين وبرجسترون النوع ده مسحوب من السوق من سنة 76 ده بعمل حق ده مسحوب ليه قال لي لأن الاستروجين لوحده له أصور جانبية هيلة ده ممكن يكون عرضة القنصر ماشي يا جماعة فاهمنا القنباين وفاهمنا سكوينتيال طيب بعد كده عندنا فيه راس أو حبوب من منع الحمل فيها بروجستين بس ودي بنستعملها آآ ميني اسمها ميني بيلز أو ممكن تكون يعني عن طريق الحقن وكده أو ممكن تكون اللي هو الكابسولة اللي بتبقى تحت الجل تاني يا جماعة يبقى احنا دلوقتي فيمنا كام نوع من الحبوب قلنا تلات أنواع فيه نوع قنباين اللي هو استروجين وبرجسترون مع بعضه دول 21 يوم وخدنا بقى أنها متقسمة لتلات أنواع مونو باي وطراي خلاص مونو آآ الاستروجين بي آآ ممكن يبقى جرعته أعلى من خمسين وي لو اللي هو الاستروجين جرعته أقل من خمسين وباي مقسم الواحد وعشرين يوم لعشرة وحداشر جرعة الاستروجين وبرجسترون في العشرة يام الأولانيين مختلفة عن الحداشر يوم اللي بعدها لكن الطراي مقسم الواحد وعشرين يوم إلى ستة وخمسة وعشرة أول ست أيام قرعة الاستروجين وبرجسترون مختلفة عن الخمسة ومختلفة عن العشرة اللي بعدها طيب قلنا أن الاستروجين ده هو عبارة عن حبوب استروجين بس الأول 14 يوم الأولانيين بعد كده كومباين بعد كده استروجين وبرجسترون مع بعض في السبع أيام الباقيين خلاص لأن هو كل ده عمل يقسم الواحد وعشرين يوم يقسمها لأيام برحته بقى يعني هو هنا مقسمها في الاستروجين لاربعتاشر وسبعة يقولك في أول 14 يوم حضرتك ده بيبقى استروجين بس السبعة أيام دول مزيج تمام ماشي بس الاستروجين النوع ده مسحوب بسبب أثار الجانبية الهالية طيب بعد كده يا شمس البرجستين بس وقلنا البرجستين بس لإما قراص عادي فيها برجستين بس لإما بشكل محقون لإما صبدرمن اللي هو التابسولة اللي تحت الكل تمام طيب اللي هي القراص اللي فيها برجستين بس قال يا شمس فيها برجستين فيها برجستين بس وطبعا دي بتستعمل باستمرار زي الميكرو لو تمام يبقى دي فيها برجسترون بس باستعمل باستمرار يعني طول الشهر الكامل زي الميكرو لو بحقنك ببرجستين حقنا كده اسمها المهم 150 ميلي جرام بحقنهم لك كل 3 شهور لها اسم تاني اسمه دي بروفيرا تمام يبقى 150 ميلي جرام بحقنهاي لك فالعضل كل 3 شهور فيه كمان نور سيرسيرون ايه اللي هو نت اي ان يعني معلن نور سينسيرون او ده ما لها قال يا شمس بحقن 200 ميلي جرام بس كل شهرين يبقى لإما 150 ميلي جرام كل 3 شهور لإما 200 ميلي جرام بس كل ايه كل شهرين ماشي دول الطريقتين بتاع يبقى تاني يا جماعة انا بقول برجستين بس حبوب كحبوب وكده كأراس دي بتتاخد بستمرار دي الميكرو لو طب اللونجا اكتن ان انا بحقنك لإما بحقنك ب150 ميلي جرام كل 3 شهور لإما بحقنك ب200 ميلي جرام كل شهرين بس الكلام ده انترا ماسكولار عن طريق العضل اللي انا بحقنهالك كل 3 شهور دي يا بنتي اسمها دي بوبروفيرا اما اللي انا بحقنهالك كل شهرين لدي لدي انت بتبقي ماشي على واحدة منهم طب السابدرمل اللي هي الكابسولة اللي هي تحت الجلد قال لي يعني حضرتك انا بحط كابسولة تحت الجلد بتكون طويلة المدى يعني تعد حوالي 5 سنين ماشي فيه الدراع الشمال من فوق طب فيه نوعين فيه اللي هو النور بلانت وكده والإمبلانون وفيه اللي هو اللي هو خلاص كده يبقى السابدرمل الكابسولة تحت الجلد بتتحط فيه الدراع الشمال فيها بروجسترون بس من فوق الدراع الشمال من فوق لها نوعين وانا زي النور بلانت كده ده اللي احنا واخدنه في النساء وفيه زي طب حد يقول انا مش فاهم يعني برضك انه عنده بيكلموا جماعة عن ان فيه نوع فيها مش بيتحلل اللي هو زي النور بلانت ده ما بيتحللش ده لازم تروحي وتشيليها لو انتي انا عايزة تبطيلي ما فيقولها لازم تروحي وتشيليها تمام لكن النوع التاني ده بيتحلل عادي تمام يبقى الفرق ما بين النن النن ده هو نوع غير قابل للتحلل ما بيتحللش لكن البايو بيتحلل عادي مش عبيبي طب الميكانزم بقى بتاع الاسترويدات وكده بيامل ايه جماعة الميكانزم بتاع ده قال لي بصي حبوب ملح الحمل ليها يعني شغالة على الجزء الاساسي اللي هو منطقة تحت المهان فبتقلل الطبويد المنحنة يا جماعة مش احنا ده المنحنة ده المنحنة ده الهايبوسالمس اجزس اللي هو ايه عندك منطقة تحت المهان ده الهايبوسالمس بتفرز هرمون الجي ان ار اتش الجي ان ار اتش يقوم شغال على يحفز الفص الامامي للغدة النخمية الفص الامامي للغدة النخمية ينتج لف اس اتش و ال اتش اه تمام بعد كده دول يروحوا يشتغلوا على المبيض و في الاخر المبيض بينتج معانا الاستروجين والبرجسرون تمام اما لو اشتغل على الخصية في الراجل طبعا بينتج لي هرمون التستستيرون فهمين ده المنحنة هي بقى بتشغل عليه فبتقلله تمام بتمنعه كده فبتقلل عملية الطبويد وليها طبعا اصار على طبقة الاندومتريم بحيث انها بتخلي بطانة الرحم مش مناسبة لزراعة جنين وبتزود حركة التيوب خلاص تاني يا جماعة يبقى الحبوب دي شغال على الجزء انها بتقلل الاجزة زي ما اتفقنا وبتقلل الطبويد وليها اصار جانبية على بطانة الرحم بتخليها مش مناسبة لعملية الزراعة وبتزود حركة بتزود الحركة وكده تمام حركة التيوب حركة قناة فلو طيب بعد كده بقى يعني شغالة على الاطراف بتعمل يعني طيب يعني ايه يا جماعة يعني بالبلد كده هي يا شمس بتلعب في الشكل بتاع الميوكس او المخاطر اللي موجود في عنق الرحم بتحولوا من حاجة برر موازية او من خطوط موازية لشبكة عنكبوتية كده فعشان كده بتمنع او بتقلل فرصة ان الحيوان المنوي يخترق هذه الشبكة تمام ماشي وده خصوصا في البروجستين بس اللي هو الحبوب اللي هو من نوع البروجستين بس كمان هي يعني مضادة لشغل الاستروجين على الرحم بتبقى يعني مضادة لتأثير الايه الاستروجين على الرحم فبتخليه مش مناسب لعملية الزراع بتقلل كمان حركة الانبوبة وقلنا بتقلل وشرحناها فوق ازاي بتقلل وخصوصا لو بتاخد جراعات عالية من البروجستين خلاص يا جماعة يبقى دلوقتي فهمنا انها بتلعب في الشكل بتاع مخاطر الرحم من موازي بتخليه الشبكة فبتخلي صعب على الحيوان المنوي ان هو يخترقها كمان ان هي مضادة لشغل الاستروجين على الرحم فبيبقى مش مناسب للزراعة بيقلل حركة الانبوبة وبيقلل معانا زي ما اتفقنا التبويض وخصوصا لو خدنا جراعات عالية من البروجسترون طب ايه معدل فشلها والله هي لو اورل ده معدل فشلها من كل ميت سيدة واحدة بس هي اللي ممكن تحمل طب لو بتاخد بروجستين بس اللي هو بروجسترون بس من اتنين لاربع سيدات ممكن يحمله لكن لو بتاخد بروجسترون عن طريق الحقن يا جماعة فهو تلاتة من عشر يعني ما تجيبش النص حد طب لو حتى كابسولة اقل من واحد تاني يا جماعة يبقى تاني لو اورل ممكن سيدة واحدة تحمل من كل ميت سيدة طب لو بروجستين بس عن طريق اقراس من اتنين لاربع سيدات طب لو بروجستين بس محقون يبقى تلاتة من عشر طب لو تحت الجلد اقل من واحد ايه يا جماعة موانع استخدام الوسائل دي اللي ممكن يمنعني من ان انا استخدم استروجين وبروجسترون اول حاجة في حاجة اسمها يعني موانع مؤقتة ممكن تتحل وبعدك اقدر يتخذي الحاجات دي عادي او موانع دائمة تخليكي دايما ممنوع انك تقربي لشغل او انك تلعبي على الهرمونات تمام طيب الحاجات يا جماعة اللي هم تاريخ من لو انت عندك تاريخ من انا اسفة ده العكس انا اسفة انا اسفة يا جماعة يعني حاجات مستحيل تغذي فيها الحبوب دي على المادة الطويل يعني خلاص كده الحبوب دي متحرمة عليك يا ستي على طول ماشي يقصطه دي كده يعني الحبوب دي متحرمة عليك على طول حضرتك ما يفعش تغذيها تمام ماشي زي ايه لو انت عندك تاريخ من يعني تجلطات او كده اه او لقدر الله مشكوك ان فيه خلايا سرطان او مشكوك ان فيه ورم او كده او لو مشكوك ان فيه حمل او فيه مشكلة في الكبد او كده اه في نزيف الرحم مش عارفين سببه او فيه صفرة تمام او يعني اه زيادة من الدهون او السن الكبير او لقدر الله سكتة دماغية يبقى دي كلها حاجات مستحيل فيها كست تاخذي فيها الحبوب دي خالص تمام قلنا فيه تاريخ من السرطانات تاريخ من الامراض اللي هي في الاوعية وكده اه جلطة لقدر الله فيه تيومر معتمد على الاستروجين فيه حمل اه فيه مشاكل في الكبد فيه فيه نزيف الرحم معاش عارفين سببه اه فيه صفرة من نوع اه فيه زيادة لبداية في الدم او العمر الكبير او سكتة دماغية لكن اللي احنا لو صلحناها ممكن عادي ان نتخذي الحبوب زي مثلا اللي هو الصداع النصفي او الصداع بشكل عام هدك او لو ضغطك عالي او سكر او عندك او عملك جروح الحاجات دي لو تحلت او قدرنا نتحكم فيها عادي تقدر يتاخذي الحبوب دي يبقى صداع او ضغط او سكر او و جروح طيب ايه هي القصار الجانبية يا جماعة للحبوب دي طبعا يا شمس بزيادة الاستروجين ده ممكن يعمل نوزيا ويهدك ودبريشان بسبب زيادة البروجسترون وممكن يعمل لوكيريا لوكيريا يعني سرطان في الدم بسبب زيادة الاستروجين او ممكن يعمل مشاكل في الشكل بتاعك بسبب زيادة الاستروجين وبروجسترون مع بعض لان احنا عارفين يا جماعة ان الحبوب دي اصلا ابسط حاجة ودي معلومة عندنا كلنا انها بتتخن الست فبتخليك تكسبي كتير من الوزن فبيكون شكلك بالنسبة لنفسك انك حاسة نفسك مش جزبة زي الاول وطبعا فقدان للشعر وكده في حاجة بتزعل يعني كما انها بتعمل اكني يعني كمان بتعمل حب الشباب يبقى الاثار الجانبية ايه جماعة نوزيا وفومت بسبب ايه بسبب الاستروجين هدك صدا الصداع ده بسبب البروجسترون تمام صداع وكتئاب كمان ده بيبقى بسبب البروجسترون زي ما اتفقنا افرازات في الرحم سوري لوكيريا لوكيريا ده سرطان في الدم ولا ايه جماعة انا لما بحثت عن لوكيريا طلعت ان لوكيريا دي افرازات من منطقة المهبل زيادة عن اللزوم تمام بس مش اكتر من كده يعني مش سرطان في الدم انا اصفى عن سوق الترجم المهم ان لوكيريا دي بتحصل بسبب زيادة الاستروجين وممكن اصهار بقى جانبية عليك وكده على شكلك زي الحبوب او فقدان الشعر او او وزن الزيادة وده بيبقى بسبب الاستروجين والبروجسترون مع بعض طيب طبعا ممكن كمان يحصل تغيرات في الدورة ويحصل اسبوتس وكده اا وتقدم نزيف ممكن هايبومينورية يعني الطمس يبقى قليل وممكن يبقى مينورية مفيش طمسة اساسا بينزل على حضرتك بيعمل اصار كمان على عملية الايد بيزود هايبر جليسميا اللي هو هايبر يعني بيزود السكر وكده في الدم اا وزيادة الاستروجين بتزود لك السكر زي ما قلنا في الدم بسبب عملية يعني تكسير الجليكوجين فبالتالي الكلكوز عملي زيت في جسمك اما البروجسترون بيقاوم الانسولين فبالتالي بيخلي السكر برضو زيت في جسمك لان الانسولين مش شايف شغله طب اللي بدي طبعا بتزود حدوث اللي هو تصلب شرايين وزيادة البروتينات ده بيعمل لي مشكلة في الكوة الجليباتي التجلط يعني بيخلي التجلط زيادة بيخلي الدم متجلط لانه بيزود عوامل التجلط وخصوصا في اول شهور يا جماعة وطبعا على انتاج اللبن وكده بيقل طبعا انتاج اللبن خلاص يعني جماعة هو يقصد ايه افترت ان فيه ست بتاخدوا الحبوب دي المريء اللي هو اللمب الاطراف برضك بيقصر عليها وبالنسبة الانتاج اللبن بيقلله خلاص كده يا جماعة يبقى تاني وبهدوء انا دوقتي يا شمس بكلم عن الاثار الجانبية للحبوب دي وانا نوزيا وفومت وصداع واكتئاب ولكورية وكوسمتك اثار جانبية لازم تفهموا بالزبط ان الديبريشن والاكتئاب ده تبع البروجسترون والصداع لكن النوزيا والفومت والترجاع والقرف ده ده تبع الاستروجين حاولوا تعلمها باي حاجة يعني مسلا نوزيا وفومت خلوا ان اخيرها حرف الجي فمع الاستروجين لان هي برضو فيها جي تمام حرف البي اول حرف فيه مع كلمة مع اصداع اكتئاب مع اصداع المهم يعني حاولوا تعلمها باي حاجة اللي كورية بسبب زيادة الاستروجين والكوسمتك قلنا اثار جانبية مع بعض الاتنين ممكن يحصل تغيرات في دورة الطمس وبيعمل وكده ممكن يخلي دورة الطمس قليلة او مفيش اصلا وبيعمل الميتابوليك افكت يعني اثار جانبية طبعا عمليات الاي ده يا جماعة بيزود قوي الجلوكوز لان الاستروجين بيعمل على تكسير الجليكوجين ويحاولوا الجلوكوز والبروجسترون بيزود يعني بيقاوم الانسولين فالانسولين بيبقى مش عارف يشوف شغله واللي بدايت لو زادت يا جماعة كمان بتزود للبدايت فممكن تعمل لي جلطة وبتزود البروتينات فبتجلط الدم وكده ما شاء الله عليها يعني هي اثرت على ده كله بتزود سكر بتزود حدوث جلطة تصلب يعني في الشرهين وكده وبتزود كمان تجلط الدم ده البروتين تمام بسم الله طيب لو بقى شغالة على ولد او طفل يعني الستة حامل وبتاخد الحاجات دي حالة اسمها فاكترول فاكتريل وقلنا بها تقصر على كل حاجة فيربرا والانوريكتل والقاردي والتراكيا ورينا لأسويكس والليم وعلى انتاج اللبن وكده بتقلله بصت بالامنورية اامنورية بتستمر اكتر من سري سايكل افتر ستوبين اوف بيلز ديوتو ايدر سوبريشن اوف هايبوسالمك اكزستريتد باي كلومفين اور انكريز اوف برولاكتين تريتد باي برو مايوكريبتن الاصار الجانبية للبروكستين زي ما اتفقناه اضطرابات ويهدك ودبريشن وويدجين مش فيه وبالروحة بصوا يا جماعة انت دلوقتي بتاخذي حبوب والحبوب دي طبعا ما اديالك الى انقطاع دورة الحيط صح ولا علا تمام اكتر من ثلاثة سايكل بعد ما توقفيها يعني ما تتوقعيش ان اول ما توقفي الحبوب الدورة هتجيلك كلام ده مصصحيح بتقعودي اكتر من ثلاثة سايكل يعني اكتر من ثلاث دورات يعني اكتر من ثلاث شهور على بال ما بتبتتك جيلك تاني ليه بقى لان حضرتك فيه المنحنة اللي احنا خلناه اللي هو منطقة تحت الميات ويشتغل على الفص الامام اللي هو منطقة تحت الميات ويشتغل على الفص الامام اللي هو منطقة تحت الميات او بسبب زيادة البرولاكتين واحنا بنعالج الاثنين يعني منحنة ده لو قال بندق كلوموفين طيب لو البرولاكتين زاد بندق برومايوكريبتان ماشا جماعة بس هو بقى بيقولك ايه انها بتستمر اكتر من ثلاثة سايكل وكده مهم انك تعرف بسبب صبريشن او زيادة البرولاكتين وكل واحدة فيهم لها علاج زيادة البرولاكتين ندي برومو اه برومو اه برومو كريبتان عشان يقللوا ولو اه الله ما صلي على رسول الله الهايبو سلامك اكزس قلوا كده خلصت دي ايه كلوموفين ماشي الاثار الجانبية للبروجستين قلنا بيعمل صدوع ودبريشن قلنا دي مع بعضها وكمان بيعمل زيادة في الوزنوي اضطرابات في دورة الطمس يا جماعة يعني عكمي يعني خلاص بعد كده خلصت ما فيش خلصت كده اه ابن الراجل مسلا عمل ربط للوعاء النقل او فاسكتومي استقصال طب بالنسبة للست عملت استقصال رحم او ربطت القناة قناة فلو في كل الحالات كده عكمي يعني اه انت كده عمرك ما هتحملي اللي هو خلاص يعني خلصت كده خلاص كده يبقى بالنسبة للراجل ربط او استقصال بالنسبة للست الربط او استقصال وعاء النقل بالنسبة للست انها تشيل الرحم او تربط قناة فلو. ولله الحمد كده خلصنا المحاضرة دي على خير وسلام. الله مني استوضعكم وفاهمت ومقرأت ومحفظت ومسماعت. واتدوا إلينا انت حاجة إليه يا ربي يا كريم. دعواتكم بصراحة الحال وان يكون مراد القلب والقدر. ومتنسوش تدعو لأهلنا في غزة وسلام.